السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله طلابنا وطالباتنا مرة أخرى في حصة من حصص العلوم الجميلة للصف الأول المتوسط نستكمل العلم وعملياته وتحديدا الممارسات العلمية بجزئها الأول ذكرنا أن الوحدة الأولى تتكون من فصلان الفصل الأول طبيعة العلم الدرس الأول العلم وعملياته ولازلنا في هذا الدرس أما الدرس الثاني النماذج العلمية الدرس الثالث تقويم التفسيرات العلمية نسترجع سويا ما هي الأهداف والأهمية في هذا الدرس التعرف على العلوم وتحديد الأسئلة التي لا يجيب عنها واتطرقنا لا في الحصة الماضية المقارنة بين النظريات والقوانين وتعرفنا عليه في الحصة الماضية أيضا التعرف على الفروع الثلاثة للعلوم تحديد مهارة بعض المهارات التي يستخدمها العلم توضيح المقصود بالفرضية التمييز والاختلاف بين الملاحظة والاستنتاج أما الأهمية نستفيد من العلوم في تعرف العالم الذي يحيط بنا النظرية تفسر الأشياء أو الأحداث بناء على المعرفة التي تم حصول عليها من خلال الملاحظة والتجارب أما الملاحظة فهي سجل أو وصف لمشاهدات أو أنماط موجودة حولنا المفردات الجديدة تعرفنا على العلوم في الحصة الماضية النظرية العلمية والقانون العلمي أيضا تعرفنا عليها في الحصة الماضية الطريقة العلمية الفرضية الاستدلال التجربة المضبوطة المتغير المتغير المستقل المتغير التابع والثوابت ولذلك توقفنا في الحصة الماضية عند هذا النشاط اختبر نفسك السؤال الأول ما الفرق بين النظرية العلمية والقانون العلمي وذكر مثال لكل منهما حتى نفهمه جيدا نبدأ أولا بالنظرية ما هي النظرية؟ طريقة لمعرفة طريقة عمل شيء ما أو كيف تكون هذا الشيء بناء على الأدلة التي تم جمعها ومن خلال أيضا الملاحظات والتجارب والفرضيات التي تم اختبارها مثال عليها نظرية الصفائح التكتونية أو الأرضية التي سببت تحرك القارات حتى تظهر لنا الأرض بهذه القارات أما القانون هو وصف لظاهرة ملحوظة لكنه لا يفسر سبب وجود هذه الظاهرة مثل تجربتنا الاستهلالية أيضا مثل قانون أرخاميدس لحساب القوة المؤثرة على الجسم المغمور سواء كليا أو جزئيا في سائل تطرقنا أن العلوم أو العلم هو طريقة لتعلم المزيد أو تعرف على العالم من حولنا لكن يا ترى هل للعلوم فروع أم هو علم واحد؟ نحن نتطرق في كتب العلوم علم واحد أم هناك فروع مختلفة؟ للعلم فروع ثلاث أساسية هي علم الأحياء علم الأرض والفضاء والعلوم الطبيعية التي تشمل الكيميا والفيزياء وكل منها تتضمن عدة أنظمة ومعارف نبدأ بفروع العلم علم الأحياء وعلم الأرض والفضاء والعلوم الطبيعية أولا علم الأحياء علم الأحياء الذي يختص بتركيب المخلوقات الحية تصنيف المخلوقات الحية الأنظمة البيئية هذا هو علم الأحياء دراسة المخلوقات الحية طرق ارتباطها فيما بينها الإجابة عن الأسئلة كيف تمنع بعض اللقاحات الإصابة بالأمراض وأين تعيش المخلوقات الحية وكيف ترتبط بعلاقات معينة بينها علماء الأحياء يدرسون علماء الأحياء المخلوقات الحية من خلال الملاحظة فهم يلاحظون الحيوانات والنباتات في بيئاتها الطبيعية المختلفة دون إزعاجها وأشهر علماء الأحياء من المسلمين ابن النفيس ولد ابن النفيس في سوريا تحديدا في دمشق هو طبيب مسلم اشتهر باكتشافه الدورة الدموية الصغرى وهي الرئوية وعلاقة القلب مع الرئتين في التخلص من ثاني الكربون ودخول الأكسجين الفرع الثاني علم الأرض والفضاء يعني بماذا؟ دراسة ماذا؟ أنظمة الأرض والفضاء ويتضمن دراسة الأشياء غير الحية كالصخور، التربة، الغيوم، الأنهار، الطقس، المناخ، الكواكب، التضاريس احتمال وجود الماء فيها في هذه الكواكب وأيضا تضاريس الأرض ويعملون أو يرسمون الخرائط لها ويدرسون كيف تحدث العمليات الجيلوجية مثل الزلازل والبراكين والصفائح أو حركة الصفائح التكتونية أو الأرضية وأيضا في الصورة التالية نشاهد أحد علماء البراكين وهو يدرس كيف حدثت هذه الصهارة ما هو تركيب هذه الصهارة التي نتجت عن أحد البراكين وأيضا نفتخر في بلادنا أنه هناك مادة أو مقرر جديد باسم علم الأرض يدرس للمرحلة الثانوية ثالثا العلوم الطبيعية والتي تشمل الكيميا والفيزياء تهتم بدراسة المادة والطاقة والمادة أي شيء يشغل حيز وله كتلة أما الطاقة فهي القدرة على أحداث تغيير على هذه المادة تقسم العلوم الطبيعية إلى فرعين هما الكيميا هذا الفرع الأول والفيزياء الفرع الثاني فالكيميا علم يهتم بدراسة المادة وتفاعلاتها أما الفيزياء فهو علم يهتم بدراسة الطاقة وقدرتها على تغيير المادة تطرقنا إلى فروع العلوم لكن ما هي المهارات التي يجب أن يتصف بها العلماء حتى يستطيع البحث والحصول والتقصي على المعارف؟ رأيون أهم مهارة لابد أن يكون لدينا الصبر الصبر هي من أهم الخصائص والمهارات التي تساعدنا على الحصول على المعرفة فالمعرفة لن يتم حصول عليها بفترة وجيزة أيضا ما هي المهارات الأخرى نتعرف عليها؟ تتضمن المهارات العلمية التفكير مهارة التفكير الله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن بالتفكر والتدبر والملاحظة لا بد أن نلاحظ وأيضا التنبع والاستقصاء البحث وإجراء البحوث والتجارب والبحث والنمذجة والقياس والتحليل والاستدلال معظم الاستقصاءات تبدأ عادة بملاحظة شيئا ما ثم نطرح عليه الأسئلة بعد ملاحظته العلماء عادة يتعاونون في كتابة البحوث ولذلك فأنهم يقرؤون كتبا كثيرة ومجلات علمية ويطلعون على ما سبق التعرف عليه من العلماء الآخرين لا بد أن نتعرف على العلوم السابقة ويضع العلماء عدة تفسيرات مختلفة وعلمية لهذه الملاحظات وللحصول على معلومات أكثر فإنهم يقومون ببناء نمذجة أو نموذج للشيء الذي يريدون دراسته كل هذه الخطوات التي ذكرناها تسمى الطريقة العلمية فما هي الطريقة العلمية؟ هي الخطوات الأساسية المتبعة في حل المشكلات المختلفة أي مشكلة حولنا ليست فقط قاصرة على العلوم أو المشاكل العلمية حتى المشاكل التي تحيط بنا في حياتنا نتبع هذه الخطوات تبدأ ألاحظ هذه المشكلة لا بد أن يكون لدينا دقة ملاحظة أسأل وأجمع معلومات عن هذه المشكلة ثم أضع فرضية ما هذه الفرضية؟ هل هي نظرية التي تعرفنا عليها؟ لا الفرضية احتمال توقع ولا زال في طور أنه قد يكون صواباً قد يكون خطأاً من الذي يحكم؟ أنا؟ أنتم؟ التجربة لا بد أن ننفذ تجربة ألاحظ أجرب أعمل نموذج أقيس أكون تجربة ونفذها وبعد ذلك أحلل النتائج التي حصلت عليها ثم أستنتج إذا كان فرضية هذه بعد التحليل والاستنتاج دعمت أو هذه التجربة دعمت فرضية التي ذكرتها فخير وبركة وبذلك يكون لدينا حلاً لهذه المشكلة أما إذا لم تدعم أو كانت خاطئة فأعيد مرة أخرى وأنفذ تجربة أخرى يشترط أساساً في تنفيذ التجربة التكرار لا يصلح أن يكون لدينا تجربة واحدة لتنفيذ التأكد من هذه الفرضية لماذا؟ لأن التجربة الثانية والثالثة قد تظهر بعض الأخطاء بعض الخفايا التي لم نتوصل لها فشرط أساسي أثناء التجربة أن يكون لدينا تكرار إذن أول خطوة من خطوات الطريقة العلمية هي ماذا؟ تحديد المشكلة من خلال الملاحظة كيف نلاحظ؟ بالمجهر؟ بالنظارة؟ نلاحظ من خلال الحواس الخامسة التي حنا نستخدمها في حياتنا ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتفكر لماذا؟ لوجود الحواس الخامس أو من خلال المعلومات التي نحصل عليها من القراءة طلاع جمع هذه المعلومات ولذلك طبق معلم مع طلابه هذه الطريقة لنشاهد هذه القصة القصيرة قام المعلم أو معلم العلوم بوضع صندوق على طاولة المختبر أمام الطلاب جميعهم ثم طرح عليهم هذا السؤال ماذا يوجد في داخل الصندوق؟ أضع لديكم الآن صندوق وأقول لكم ماذا يوجد بهذا الصندوق هل تعلمون ماذا يوجد به؟ لن تتمكنوا من ذلك قال أحد الطلاب هل أستطيع أو هل يمكن لي لمس هذا الصندوق؟ إذن بدأ بفرضية توقع لو لمست هذا الصندوق ممكن أحصل على معرفة ماذا يوجد به قال المعلم نعم فقام أحد الطلاب بتحريك الصندوق أكثر من مرة بدأ بتحريك رجه قليلا ولاحظ أنه ليس ثقيلا وقام طالب آخر بهزه مرة أخرى فسمع طلاب الصاف صوت اهتزاز لمادة فلزية هذه المادة قد تكون حديد أو ألمنيو ثم مرر الصندوق على جميع الطلاب للتأكد جميعهم من نفس الفكرة هل هناك صوت أم لا هذا هم ثلاثة طلاب بدأوا بطرح أو بداء آراءهم ذكر أحدهم يبدو كأنه دباسه هذا الصوت كأنه دباسه الآخر عندما أحز العلبة أسمع صوتا يشبه رنين الفلز مثل الحديد الطالب الآخر الشيء الذي في العلبة ليس ثقيل الوزن لأن الصندوق لم يكن ثقيلا فهذه بعض آراء الطلاب وضع الطلاب توقعات بدأوا بعد طرح آراءهم تدوين هذه الملاحظات أحد الطلاب توقع وجود مقص بناء على الصوت الفلزي أحدهم ذكر أنها مقص طالب آخر ذكر أن هناك دباسه المعلم ذكر لهم لماذا توقعت ذلك فأجاب الطالب لأن الدباسة صغيرة الحجم طالب آخر ذكر لأننا سمعنا رنين مواد فلزية عند هز الصندوق فذكر المعلم إذن أنتم تتوقعون أن بداخل الصندوق دباسة فأجابوا نعم قال المعلم إذن فقد وضعتم فرضية فذكر أحد الطلاب ماذا تعني فرضية الفرضية الفرضية تخمين توقع لجواب أو تفسير منطقي محتمل يعتمد على المعرفة والملاحظة هم من خلال الحواس من خلال الصوت من خلال تحريك أو هز الصندوق سمعوا صوت فأعطوا توقع لكن هل فعلا هناك دباسة كيف نعرف ذلك ما الخطوة التالية بعد وضع الفرضية وكيف يتأكد الطلاب مع معلمهم أن ماذا يوجد داخل الصندوق أو أن ما هو في الصندوق هو دباسة برأيكم نقوم بالتجربة حتى نتعرف على ذلك سوف نتعرف عليها بالتفصيل في الحصة القادمة إذن ماذا تعلمنا هذا اليوم تتضمن المهارات العلمية للعلماء التفكير الملاحظة التنبؤ الاستقصاء والبحث النمذجة القياس التحليل والاستدلال الطريقة العلمية هي الخطوات الأساسية المتبعة في حل المشكلات ما هي هذه الخطوات أبدأ أولا ألاحظ ثم أسأل وأجمع المعلومات بعد ذلك أضع توقع هو فرضية هذه الفرضية ليست صحيحة مئة بالمئة وليست خاطئة بعد ذلك أبدأ بتنفيذ التجربة للتأكد من صحة هذه الفرضية ألاحظ أجرب أعمل نموذج أقيس أحلل أجمع بيانات بعد ذلك ستنتج لي أو تظهر لي نتيجة هذه النتيجة هي التي توصلت لها إذا كانت هذه النتيجة إذا كانت هذه النتيجة تدعم فرضيتي فإذا هي صحيحة ولكن حينما لا تدعم الفرضية أبدأ أنفذ تجربة أخرى ولكن هذه الفرضية أو هذا التوقع الذي وضعته أعدل بي بعض المتغيرات الأخرى بعد ذلك أيضا أرجع أحلل وأستنتج النتائج شرط أساسي فالفرضية هو أن تكرر التجربة أكثر من مرة لماذا للتأكد من صحتها ثم بعد ذلك تبدأ إرسال النتائج طلابي طالباتي دعونا نجيب على أسئلة ماذا قرأت ماذا يدرس علماء الأرض ماذا يدرس علماء الأرض علم الأرض أحد الفروع العلوم الثلاثة ماذا يدرس يدرس علماء الأرض أشياء غير حية مثل الصخور التربة الغيوم الأنهار والمحيطات الكواكب النجوم الثقوب السوداء الطقس على الأرض وأيضا في الفضاء ما هو نشاطنا المنزلي لدينا مجموعة من العبارات نريد ترتيب هذه العبارات حتى تعطينا الخطوات الأساسية للطريقة العلمية لدينا أكون فرضية أختبر الفرضية أستنتج أسأل أحلل ألاحظ ابدأوا باختيار الخطوات الأساسية بالترتيب حتى أحصل على خطوات الطريقة العلمية بشكل صحيح طلابي وطالباتي نحن جميعا علماء المستقبل ولكي نبحث عن المعلومة ونصل إليها علينا بالتغذية الصحية وممارسة الرياضة حتى تكون أجسامنا صحيحة في العقل السليم في الجسم السليم دمتم سالمين فمعن الله